منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات رأت النور خلال لقاء خصصه المجلس لإعطاء انطلاقة فعلية لهذه المنصة منصة تضع رهن إشارة رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تسير عمليات التواصل وتبادل المعطيات مع المجلس بشأن تتبع هذه التوصيات بهذه المناسبة الأولى من نوعها التي أردنا من خلالها إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالمنصة الرقمية لتتبع توصيات المحاكم المالية وهو موضوع بالغ الأهمية أوليناه عناية خاصة ومن منطلق المهام المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات فقد جعلنا من الرفع من أثر أعمال المحاكم المالية الهدف الأسمى للتوجهات الاستراتيجية اعتماد هذه المنصة يندرج بشكل رئيسي في إطار تنزيل توجيهات الاستراتيجية للمحاكم المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026 لا سيما في الشق المتعلق بتحسين جودة توصيات وتتبع تنفيذها يعتبر تتبع التوصيات أو تنفيذ التوصيات اختصاصا قائمة ذات بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات ويليه المجلس الأعلى للحسابات عناية خاصة لذلك جعله في صلب توجهاته الاستراتيجية برسمي سنة 2022 و2026 وفي ظل هذه الطورة الرقمية فقد تم اليوم إطلاقوا هذه المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات وذلك لما توفره هذه المنصة من مجموعة من المزايا تتمثل أساسا في تسهيل التواصل مع مختلف القطاعات الحكومية ثم أيضا التتبع المنتظم والآني لنسبة تنفيذ هذه التوصيات طبيعا الحال إطلاق هذه المنصة الرقمية لتتبع التوصيات سيمكننا أن نزيد الفعالية فيما يخص تتبع التوصيات وغلي يمكن في نفس الوقت أن كل القطاعات الوزارية مع المجلس الأعلى للحسابات من تعزيز التواصل بالتوصي والتوفر على قاعدة مشتركة اللي غلي تمكن من توضيح الرؤية فيما يخص تنزيل هذه التوصيات اللي بطبيعة الحال غيكون عندها مساهمة كبيرة في تحسين الشفافية وتعزيز فعالية السياسات العمومية وتقوية الأطر ديالها على المواطن للتعزيز التقدير المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية يعتبر اعتماد هذه المنصة الرقمية ليفعال في الرفع من القيمة المضافة لأعماله الرقابية بالنظر لما توفره من أدوات لمختلف القطاعات الوزارية للتتبع الفوري للتوصيات الصادرة عنها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين آدائها